نتشنا صغار إلى أن كبرنا إلى أن أخذنا الوقت كنا نسمع من أهلنا ونسمع من السياسيين ونقرأ أيضاً أن السياسي الناجح هو الذي يستطيع أن يحافظ على نجاحاته أو أن يديم الزخمة على هذه النجاحات بالقدر الذي تتحول إلى منجزاً أو رمزاً يفتخر به أمام شعبه وأمام الآخرين وأيضاً تعودنا وقرأنا وعرفنا وسمعنا أن السياسيين دائماً يحرصون ويشحذون طاقاتهم وأفكارهم وهمهمهم بالقدر الذي يستطيعون أن يعالجوا المشاكل في داخل منظومتهم الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية لأنهم جاءوا أصلاً ليؤدوا هذه الواجبات داخل هذه الأوطان أما الذي يحصل في العراق فهو عبارة عن مصادفات وحلول غير مقنعة إلى الناس لأن البعض جاء للسياسة صدفة فالذي حصل في العراق وما يحصل اليوم هو تردي وكثيراً من السياسيين العراقين قالوا أن العراق سينحدر في هذا البرنامج ومن سنوات طويلة وفعلاً هذه لم تكن نبؤات بل كانت قراءات بأننا ننحدر ما الذي جعل الأمن الذي كان بالأمس نعتبره من جز أن ينحدر بهذا الشكل واليوم نسمع طبولاً تقرع هناك وطبول تقرع هنا وتغريدات تقول بهذا وبيانات تقول بذاك ما همنا في البيانات من سنين وقد قال وقد قالوا وقد قلنا وقد قيل المهم أن يكون هناك حفاظاً على ما تحقق لا نريد المصادفات ولن نقبل أن نعيش مع المصادفات ولن نقبل سياسيون من هذا الطرف أو من ذاك يتعامل مع الأحداث وفقاً لأهوائه وعقيدته وانتماءاته ودماء الناس رخيصة في كل مرة وفي كل زمان